بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل لدينا في حصة اليوم إن شاء الله تقويم تشخيصي في مادة اللغة العربية لأبطال السنة الرابعة ابتدائي قدمت لكم النموذج الأول ستجدون الرابط في صندوق الوصف أيضا قدمت لكم النموذج الأول والثاني في مادة الرياضيات ستجدون جميع الروابط في صندوق الوصف إذن هذا فيما يخص مادة اللغة العربية النموذج الأول هذا فيما يخص مادة الرياضيات النموذج الأول وهذا فيما يخص مادة الرياضيات النموذج الثاني ستجدون جميع الروابط في صندوق الوصف إذن الآن لدينا دراسة نص كما قلت لكم سابقا تقويم تشخيصي يمكن يكون مجموعة من التمرين أو دراسة نص هكذا إذن في الحصة القادمة سأقدم لكم مجموعة من التمرين إذن الآن نبدأ أولا بقراءة النص ثم نمر للجزء الثاني فيما يخص الأسئلة نبدأ الآن بقراءة النص نقرأ النص المرة الأولى الثانية الثالثة إذن لدينا استيقظت في الصباح على صوت أبي وأنا فرح جدا فقد جاءت اللحظة التي أنتظرها خرجت مع عائلتي من المنزل وتحركنا بسيارتنا الساعة الثامنة وبعد ساعة وصلنا إلى حديقة التسلية وأخذنا نتنقل فيها ركبنا العديد من الألحاب كسيارة السباق ومركب الشلال ورأينا الحيوانات وفي الساعة الثالثة تناولنا الغداء ثم أكملنا جولتنا مضى هذا الوقت الجميل سريحا جدا وعدنا إلى منزلنا فرحين وقد اكتسبنا صحة ونشاطا لقد كانت رحلة رائعة لن ننساها طوال حياتنا إذن الآن بعد قراءة النص نمر للجزء الثاني الأسئلة طبعا يا أبطال هنا نعيد قراءة النص للمرة الثانية المرة الثالثة ثم نمر إلى الأسئلة إذن الآن لدينا حول الفهم يعني الإجابة موجودة في النص لدينا أولا هاتي عنوانا مناسبا للنص الكاتب عن ماذا يتكلم ذهب إلى الحديقة هنا حديقة التسلية رحلة إلى حديقة التسلية هنا لماذا قلت رحلة؟ في الأخير ماذا قال لنا؟ قال لقد كانت رحلة رائعة إذن هنا كعنوان أقول رحلة ممتعة عنوان مناسب أو نقول رحلة إلى حديقة التسلية جيد لدينا ثانيا ما هي وسيلة النقل المذكورة في النص؟ قال هنا الكاتب الذي يتكلم خرجت مع عائلتي من المنزل وتحركنا بسيارتنا وبعد ساعة وصلنا إلى حديقة التسلية من مكان إلى مكان ما هي الوسيلة؟ كيف تنقلنا من مكان إلى مكان؟ ماذا استعملنا؟ السيارة إذن هنا سيارة وهي عبارة عن وسيلة النقل أحسنتم لدينا ثالثا هاتي ضد ما يلي طبعا من النص لدينا الكلمة الأولى حزين ضد كلمة حزين قال هنا استيقظت في الصباح على صوت أبي وأنا فارح جدا فارح لدينا ضد كلمة سعادة حزن ضد كلمة هنا فارح نقول أيضا فارح أنا فارح أنا حزين إذن هنا ضد كلمة حزين إذن هنا ضد كلمة حزين نقل فارح لدينا هنا أولا املأ الجدول التالي من النص إذن مطلوب مني ماذا؟ أن أبحث في النص لدينا ضمير متكلم اسم موصول اسم مفرد مذكر ولدينا حرف فعل اسم إشارة إذن بالعودة إلى المص سنبحث عن ضمير متكلم عن اسم موصول عن اسم مفرد وهكذا فيما يخص ضمير للمتكلم هنا ضمائر متكلم هنا كما قلنا أنا ولدينا نحن أنا نحن إذن ضمير متكلم لدينا أنا أحسنتم إذن نقوم بكتابة الإجابة فيما يخص ضمير هنا متكلم لدينا أنا أنا فريح لدينا اسم موصول اسم موصول نتذكر الأسماء الموصولة يا أبطال لدينا التي الذي اللذاني اللتاني الذين اللواتي التي إذن هنا لدينا التي الذي نبحث عن الذي في النص هل موجود كلمة الذي لا التي نبحث عن كلمة أو اسم موصول التي فقد جاءت اللحظة التي أنتظرها التي أنتظرها هنا التي قامت بالتوصيل بين الطرف الأول والطرف الثاني فقد جاءت اللحظة التي أنتظرها إذن هنا نقول التي وهو اسم موصول لدينا اسم مفرد مذكر اسم مفرد مذكر عندما أشير إلى الاسم المفرد المذكر نستعمل هذا هذا إذن مباشرة سنقول أبي هذا أبي اسم مفرد مذكر اسم مفرد مذكر إذا التلميذ هنا إذا كانت عنده الإجابة مباشرة هنا ينظر مباشرة إجابة سهلة ومباشرة هنا هذا أبي مباشرة هذا الوقت اسم مفرد مذكر هذا الصباح هنا لدينا في الصباح إذن هنا مباشرة نقول أبي إذن لدينا حرف هنا حرف إذا كان وحده ما يكون عنده حتى معنى إلا إذا كان معه كلمة في جملة إذن لدينا استيقظت في الصباح في حرف لدينا على حرف إلى حرف من حرف وهكذا واو لدينا حرف أيضا كل إجابات صحيحة لدينا بعد ذلك فعل حدث وقع في زمن ما عمل استيقظت وهو فعل أحسنتم يا أبطال استيقظت هنا استيقظت هل فعل ماضي أم مضارع أم أمر استيقظت حدث وانتهى إذن هنا لدينا فعل ماضي جيد لدينا بعد ذلك اسم إشارة اسم إشارة أشير إلى شيء أم إلى الشخص ماذا نستخدم نتذكر أسماء الإشارة التي تعرفنا عليها سابقا لدينا هذا هذه هذان هتان هؤلاء إذن هنا لدينا ماذا هذا الوقت لدينا اسم إشارة إذن فيما يقص اسم مفرد مذكر نستطيع أن نقول الوقت أيضا هنا اسم مفرد مذكر إذن الآن نمر للجزء الثاني لدينا ثانيا صرف الجملة التي بين قوسين في النص مع الضمائر أنا هو أنت إذن لدينا الجملة فيما يقص بين قوسين موجودة في النص عدنا إلى منزلنا فريحين من عدنا إلى منزلنا فريحين هنا هنا نحن نحن عدنا إلى منزلنا مطلوب مني إذن أنا أنا ماذا أقول أنا ماذا أقول هنا نقوم بالتصريف الفعل وتحويل ما يجب تحويل إذن هنا عدنا نحن عدنا أنا عدت إلى أقول إلى منزل منزلنا منزلي أنا عدت إلى منزلي فريحين نقول أنا عدت إلى منزلي فريحا فريحا لاذا هنا أضفنا تنوين بالفتح لاحظوا معي هنا فريحين من نحن نحذف الياء والنون نقول عدت إلى منزلي فريحا لدينا هو هو عاد إلى ماذا نقول منزلنا نحن هو عاد إلى منزله فريحا جيد هو عاد إلى منزله فريحا عندما أخاطب أحمد ماذا نقول نقول له عدت إلى منزلنا نحن أنت منزلك منزلك فريحا أحسنتم فريحا إذن إذن هنا أنا هو أنت منزلي إلى منزله إلى منزلك إذن هذا فيما يخص ثانيا لدينا الآن الوضعية الإدماجية هنا ذهبت في رحلة مع عائلتك إلى شاطئ البحر مطلوب من هنا الأبطال كتابة فقرة نتحدث فيها عن هذه الرحلة الرحلة إلى الشاطئ متى كانت في قطلة الصيف مع من ذهبت مع العائلة ماذا شاهدت ماذا فعلت في البحر في شاطئ البحر هل استمتعت هل كانت رحلة رائعة أم لا ماذا فعلت هنا التلميذ يتحدث عن تفاصيل هذه الرحلة إذن هنا فيما يخص الوضعية الإدماجية لدينا هو مقدمة لدينا العرض لدينا الخاتمة إذن سأعطيكم الآن نموذج عن وضعية إدماجية هنا مطلوب من الأبطال كتابة أولا الوضعية الإدماجية التعبير مع من أين ذهبت لأي مدينة أو نذكر هنا فأنا نقول فقط إلى شاطئ البحر وأن توقف هل كان استمتعت في الرحلة ماذا فعلت رحلة رائعة لا إذن هنا نتكلم إذن هذا فيما يخص حصة اليوم إذن خلاص تمعانا حصة اليوم دمتم سالمين وفرعات الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر